في النقطة دي تحديداً أنا الحقيقة ما بعترفش بفكرة الجواب يبان من عنوان أنا الحقيقة بحب أستنى وأدي الفرصة كاملة وبعد ما الفرصة تبقى مكتملة أقدر أقايم وقول آه والله ده شيء عظيم جداً آه والله لا التجربة ما كانتش أحسن حاجة ممكنة لكن من قبل الراجل من قبل الراجل ما ينزل يحط رجله في الملعب نحن عندما بدنا الحلقة مع حضراتكم عرضنا لكم أول تمرينة للنادي الأهلي السعادة للموسم الجديد وأول ظهور لمارسيل كولر كهيد كوتش أو كمدير فني للنادي الأهلي طبعاً أمبرح تابعته على شاشة الأهلي استقباله ولحظة نزوله من الطيارة وتوجهه للنادي الأهلي ودخوله بقى للملعب والغرف اللاعبين وكل حاجة لكن الحقيقة من قبل ما الراجل ينزل ملعب يبقى فيه كلام واعتراضات وأصل الأهلي نادي كبير وأصل مين مارسيل كولر وأصله وما لعبش في نادي كبير أصله مدربش نادي جماعة قصة مش كده خالص عيب بجد اللي بيحصل ده يعني قدوا الراجل بس فرصة يلتقط أنفاسه ويشتغل وبعد كده لما تشوفوا التجربة بقايموها وعلى فكرة مش لازم تكون لعيب كبير عشان تبقى مدرب كبير يعني أهم الأسماء في عالم التدريب في العالم كله النهاردة مين؟ جوارديولا كان لعيب عادي جد ما كانتش نجم النجوم يعني في البرس دوماس دوخل يورجين كلوب أنا ما أسمعش عنه ما هم لعيبة كورة بصراحة جوزي مورينيو جاي من العدل فقصة غير الكوتشنج والترينينج قصة غير تماما أنك أنت تكون لعيب كويس وعلى فكرة فيه لعيبة كبيرة جدا ما نجحتش في موضوع التدريب وأنها تكون كمدير فني على كل أحوال خلينا ندخل في مواضعنا المسم الجديد هو الموضوع الأساسي مش بس مارسيل كولر مارسيل كولر الصفقات معسكر الإعداد البدايات والنهاردة بيشرفنا واحد من نجوم النادي الأهلي اللي أنا شخصيا الحقيقة بسعد بوجوده معي هنا في السادسة كابتن أحمد فوزي بس أخيري كابتن أحمد سهل فولة أبو حميد ونفسي على التقديمة الجميلة دي ده أنت تسال أبونا أعزك أبونا 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 أستمتع جدا معك أبونا أستمتع جدا برؤيتك ورؤيت نظرك وتحليلك للأمور قبل ما أخش على كولر شايف إزاي بداية المسم المختلفة عن المواسم السابقة وتأثيرها على نادي الأهلي وعلى فرصنا في المنافسات والبطولات اللي أنا أخذها إن شاء الله بداية من شهر أكتوبر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا شايف أن أكبر نقطة إيجابية في راحة اللاعبين الأساسيين أعتقد أن اللاعبة دي لما ترجع للسكواد الطبيعي عارف السكواد بتاعك أنت قبل المسم اللي فات في الأول السنة قال إحنا نأخذ الأخضر واليابس وما فيش حد زينا ومنافسين كانوا بيقولوا إحنا فرطنا لقالي أقوى سكواد في أفريقيا وده حقيقي مش المنافسين كلنا بنقول كده ولكن في حالة إراحتهم بدنيا وأعتقد أنهم تم إراحتهم جيدا جدا قال الواحد واخد فيهم شهر أجازة حتى الناس اللي كانت مصابة كانوا محتاجينها أكتو طبعا طبعا محتاجينها ومحتاجينها بزيادة كمان فأعتقد شهر ده رقم كبير في الكرة 30 يوم بواحد زي شريف إصابة طويلة خلاص فضو ثلاث أسابيع عمر السلاب كده يجري شريف أفشاب يجري حسين الشاحات نزل ملعب الحمد لله ألف مليون سلامة على حمد للتساء الحمد لله على سلامة أكرم وإن شاء الله يطبعه عمار حمدي خلي بالك الأسامي اللي أنا بقولها دي أسامي تقيرة جدا لو تواجدت في الملعب فعلا فيئة ووقفة على رجلها مش هنحتاج نضيف إضافات الإضافات بص ممكن تبقى ليه لأن أنت بتلعب ستين مباراة أو خمسة وخمسين مباراة في الموسم فأنت عايز يبقى فيه روتيشن وعايز يبقى فيه اللي برة زي اللي جوه فوجود الأسامي دي في حد ذاتها حاجة إيجابية جدا عايز أقول أن الحمد لله للنادي الأهلي خير عما فعل أنه سب خلا مصطفى شبير يبقى موجود وخلا علي لطفي بموجود مع موجود محمد الشنوي كنا نروح نجيب جوم بتلاتين مليون جنيه ويقعد على الدكة في الآخر على فكرة الأسبوع قبل اللي فات كنت معاك وقلت قلت الكلام ده قلت يا ريت ناد الأهلي ما يجيبش حارس مرمى قلت لأن الاتنين اللي متواجدين لو لعبوا هيبقوا أحسن اتنين في مصر ولو روحنا لو علي لطفي لسا بيلعب لحد الوقت كان هيروح المنتخب أنا قلت الكلام ده هنا من أسبوعين بنفس القاعدة دي فالحمد لله أننا ما دفعناش رقم في الحراس تدخلتني في حتة حراس المرمى لك فيها لأنه خلينا بما أنك وصلت لشوبير وعلي لطفي والشناوي هل أنت معا أو ضد يعني الحقيقة الشكل والأداء اللي ظهر بيهم علي لطفي وشوبير في المطشاط القليلة اللي لعبوها قالوا أنه الحقيقة احنا عندنا ثلاث حراس كبار طبعا هل أنت معا أو ضد أربعة مش ثلاثة أربعة طبعا بس احنا مشوفناش طبعا أنا شوفت حمد علاء وإن شاء الله يعني يعني ما شوفناهوش ما خادش فرصته كاملة فما نقدرش نحكم عليه جدا بس أنا عارف أنك أنت وأعتقد مخلوف كمان أنت بتقول حاجة حاجة عظمة على عظمة يعني مخلوف هيتزرم أنا أقول لك هو مخلوف هيتزرم غاسبا عنه لأن اللي معا جامدين جدا هو يعني عشان طلعوا عارة يبقى عندك ثلاثة جوان تطلعوا عارة هتبقى كبيرة جدا فقط عادي دي كور خلينا مع الثلاثة الكبار يعني أو الثلاثة اللي ظهرين في المنزل هل أنت مع أو ضد فكرة يبقى فيه فيه في مركز حراسة القيامرة لا مفيش في مركز حراسة القيامرة مفيش فيه حاجة في حاجة أن واحد يلعب حرس يلعب دوري حاس بلعب كاس يلعب دوري له أبطال دي موجودة في العالم كله لو الثلاثة أو الأثنين الكبار على مستوى واحد كثيرا بتمشي كده ممكن تمشي بطريقة ثانية ثلاث ماتشات ماتش ثلاث ماتشات ماتش على حسب بقى الماتش ده فين بس يبقى رجل الحارس التاني موجودة في الملعب بحيث لو الأساسي اتصاب يبقى التاني موجود وبيلعب مجاهز ومش محتاج والله علي مأسرش حتى هو رجل ومش في الملعب علي مأسرش مصطفى مأسرش صحيح وأي حد يلعب في النادي الأهلي صدقني النادي الأهلي منجم طول عمره اللي حراس في المرمى فأنا أقول لك هو الحمد لله أننا ما اشتريناش حارس فيش اسم كده برضو تقول يعني لو جاي كمل طب له الحلو ده فتبقى أنت قفلت الدنيا وقدامه ومستقبله وجاي وروايح وطالع ولكن نادي أمبي بيغالي 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 جدا نادي أمبي في اللعبة فأعتقد يعني تلاتة دول يقدروا يشيروا النادي الأهلي سنوات وسنوات وسنوات جد قرب عقد ويخلص وعرفت تتخلصوا برقم انت اللي تكون عايز الرقب مش أنا مثلا نعرض عشرة مليون فأقول لي لا أنا عايز أربيعين فاهم إنما لما يكون عقد وقرب فأتخلصوا بخمسة بستة الحاجات دي من هنا لوقتها يعني اللي ما جايش الأهلي النهاردة بفلوس بكرة هيجي بقيتش بحقيقة والله لأن كل العيبة عايزة تيجي تلعب الأهل صحيح جد أنا عارف ومعرفة شخصية جد يعني أمنيته الأولى أنه يحترف بره بصراحة وكان عايز يطلع تركيا وكان عايز يطلع السويد جايوا حاجة في السويد وخلاص كان هيخلص قبل موضوع ويجن ده ولكن في العموم الولد بيموت في النهاردة بالأمانة عشان كده أنا بقول لك بالأمانة لو ما مشيش دلوقتي أتيجي بعد كده بس خلينا دلوقتي في المتاح إحنا عندنا ثلاث حراس يشيلونا يكسبونا بطولات حراس دايما على قدر المسئولية مع وجود وعودة مستر مشير ينكون اللي طبعا لازم نديله حقه الراجل محب وعاشق لطراب النادل أهلي امشي ينكون ننزل تحت ينكون يعني الراجل ده بيثبت لك قدية النية سليمة بتاعت شخص ما بيحب مكان وبيخلص ليه ربنا بيكرمه وتلاقيه بيرجع تاني في المكان اللي بيحبه عشان كده هو الحراس بتحبه وقدت معاه بصورة مميزة هو شخصية بتحب النادي الأهلي وبتحب اللي حصل من النادي الأهلي تجاهه عشان كده أنا أعتقد الرباع اللي موجود دلوقتي أو المشي ينكون وحراسه إن شاء الله يقدمه النموسم والأروع هو الحقيقة يعني مناسبة كلام بشيء بشيء يوسكار يعني وانت بتتكلم داتي على أسماء مجموعة من الحراس حسيت إنه وافتكرت كده فلاش باك إنه مصر مليانة حراس مرمى على أعلى مستوى وبالذات في مطشاط الأهلي يعني دايماً تلاقي حراس المرمى في مطشاط الأهلي تعيس إنه إحنا جبنا بوفون على دونا روما على تريش تيجن على نوير بقوا موجودين بيلعوه في الدور المصري غير كده ما بتلاقي يعني أنا قاسف يعني مش متواجدة في معظم انت تعال تفرج على حراس المغرب وتونس والجزائر أو شمال أفريقيا ما تلاقيش القوى البدنية اللي عندهم زي اللي عندنا بالنسبة للحراس تحديداً ما تلاقيش المرونة والرشاقة تلاقيهم دايماً بيشتكوا من الحراس دايماً شمال أفريقيا بتشتكوا من الحراس تحديماً سطير برضو يعني بدو الزاكي وشوكري الواعر شوكري الواعر ده أسطورة هم خلقوها إنما في الكورة أنا مش شايفه من الحاجات الكبيرة أسطورة صراحة زاكي أصلاً أسرى بدو الزاكي لا أسطورة تقيل قوي وتعامل قوي في 6 أو 8 صراحة إنما إمكانياتك أنت كحراس إذا كنت سيبت الحراس بتوعك يحترفه 16-17 سنة والله العظيم تلاتة هنم للدنيا حراس مصري صحيح دي حقيقة وأتمنى أنه عندها تطلع الحراس صغيرين يا ريت هي بمكسب لمصر كبير جداً إذا أنت تقعد حارس عندك وعنده 16-17 سنة يتقعدوا لحد ما يبقوا 25-26 سنة عشان ملع عارف بقى أنت لو سارت 13-20 ألف حراس هناك حراس كتير أنا مجنون دولي إنجليزي ومتفرج على بعض المطشاط في الدولة الأسبانية هناك حراس كتير قوي بشوفهم في إنجلترا وأسبانيا أهلم العادي أهلم من اللي عندنا أصلاً يعني ممكن من عندنا أسماء ممكن أحط لك 4-5-6 أسماء لو طلعوا هناك بالضبط هو ده مشكلة عندنا أننا لا نسيب الحراس متعادتنا تطلع بدري في الدوريات الأوروبية طيب نيجي لمرسيل كولير تمام الحقيقة الراجل يعني لسا أقول نهاردة أول مرة ينزل ملعب مع الفرقة ورغم كده من أول ما تم الإعلان عن الصفقة أنه بنتهت أسمع ناس أقول لك سويسرا مش بلد كورا أصل الراجل ما لعبش فندي كبير أنا متعجب الحقيقة يعني من فكرة الهجوم أي مدير فني بحقي إنجازات بيجيبه طلقات أنا بس قبل ما نكمل متعرض له الصعوبات سويسرا دي مش جابت جروس وجابت فيلر طب يعني سويسرا فيها مدربين كويسين كمل بقى كلامك أنا بس بقطعك عشان منساش الكلام لا هي الفكرة أنه فكرة أنه الضغط يحصل من قبل حتى الراجل ما يبتدي يشتغل دي أصل مدرب قاعد بقاله سنتين أصله ما ممسكش فريق كبير أصله ما حققش بطولات مع أندية ومع أنه محقق على فكرة مع جراس هوبر وعلى فكرة يمكن تجربته أهم مرحلة في تجربته هي جراس هوبر وبعدين منتخب النمس يعني حقيقة مع منتخب النمس كمان ظهرت بصماته بشكل ونقل المنتخب نقلة كبيرة جدا طيب أولا بصد كل ما يقال في الإعلام على جماهير الأهلي أنها تعرف أن العكس هو الصحيح تمام يعني على طول كده أنا بقول بصراحة كل ما تلاقي الإعلام بيتجه لحاجة واحدة تعرف أن الحقيقة عكس وهكذا ضد النادي الأهلي أنا أتكلم بالأمان تعال نتكلم على كولر تتكلم على الإعلام الرياضي توجيه الإعلام الرياضي لحالة معينة مثلا هتروح تجيب لعيب من جنوب أمريكا الجنوبية يقول لك أنت راح تجيب لعيب فرز ثالث ورابع يا عم أنت ما شفت اللعيب طب ما إحنا جبنا شوف اللعيب الأول وبعدين بقول فرز ثالث والرابع من غير أسامي أنت راح تجيب مدير فني يقول لك لأ أصل مدير الفني ده أعب بقاله سنتين أعب بقاله سنتين بس أنا أقول لك حاجة يا كابتن أحمد لشان اللعبة دي إحنا يعني لعبنا أنا لعبتها هنا بقالي سنتين يعني فبعد شوية ما بتاخد فترة بتبتدي تفهم إيه التوجهات بس خلينا أكلم فيك معها ونكلم باستفادة أكتر هنروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجميل النهاردة كابتن أحمد فوزي طيب عشان نرجع لنفس النقطة اللي كنت بكلم فيها أو يعني إرايتي الفكرة الهجوم المستمر على أي حد بيتولى مسؤولية النادي الأهلي أنكت الظروف المحيطة بتجربته يعني موسيمان يجي برضو فترة تلاحهم مواسم جي على دخل على طول قبل نهاية دوري أبطال دخل في المعجنة بقى وفضل مكمل موسيمين وراجل يفوز بدوري أبطال ويروح كاس العالم يجيب برونزية ويروح سوبر ورغم كده لم ينجوا من سهم النقد والانتقاد طول مرحلة وجوده مع النادي الأهلي وده واحد من حاجات لسبب الضغط كبير جدا لمسر موسيماني في الفترة اللي كان شافي أنه مش قادر يكمل جي من بعدها ريكاردو سوارش ومن قبل ما ييجي برضو من قبل ما يشتغل ورغم أنه الظروف كانت صعبة جدا والفرقة معدلات الأداء عندها مش أحسن حاجة بدنيا متراجعين إصابات رهيبة كم من موسيم بلعيبة جديدة صغيارة طلعة ورغم كده برضو من قبل وهو في المطار وهو على سلم الطيارة من ساعة إعلان التعاقد من ساعة إعلان التعاقد وهجوم شديد جدا فبيتكرر الأمر برة تانية أنا كنت بقولك بقبل الفصل إليتي هي فكرة أنت عرف أن الجمهور مش في المدرج الجمهور النهاردة بقعدة على السوشيال ميديا ففكرة أنك أنت تشحن القاعدة الجمهنية الجبيرة جدا اللي في ظهر نادي الأهلي أنها تبقى هي عنصر الضغط أداة الضغط دايما على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى قدارة النهدي فتعمل حالة الربكة دي وبالتالي ده بيأثر بقى ويعمل دروبات بشكل كبير أكيد ممكن ده تبقى حاجة يعني أن أسالي بالضغط الغير مباشر بس أنا عايز أقول الحاجة أنا عايز أفرق بين النقد والانتقاد أنا ممكن أن أنقود زي ما أنا عايز في مصلحة فريقي أنا بنقود في الحتة دي عشان حسن إنما الانتقاد مش أطلع عمال على بطال أطلع أقول ده فلان وحش ده فلان ما عندوش فكرة ده فلان ما بيعرفش يعمل ده بقى الاسم الانتقاد وده النيل من الشخص لصفتي مش لصفة مش لقصة أنه هو شاطر ولا وحش لما أتكلم على واحد بس بالسلبة على طول لا يبقى أنا كده إنسان بنتقد لغرض ما طبعا قصة السوشيال ميديا والسوشيال ميديا فقط من الأوقات بتبقى أداة ضغط لا هي على طول أداة ضغط كبيرة لأن دلوقتي كل حاجة بتتعرف في سواني حتى اللي انت بتقدرش تعلن عليه هنا ممكن في البرة بيعلنوا عنه فأنت بيجي لك كل حاجة عن طريق السوشيال ميديا أعتقد دي بتبقى أداة ضغطة بس ممكن تبقى أداة دفعة معنوية برضو لأن السوشيال ميديا في وقت كتير دايما كان الجمهور دا حماية خلي بالك يمكن آخر سنة بس هي اللي كان الجمهور أو السوشيال ميديا كانت في ناحية الانتقاط شوية إنما أعتقد أن بعد ما تفهم الأمر وبقى الإعلام بيوجه السوشيال ميديا لحتة معينة أعتقد لا جمهور دلوقتي فاهم وواعي وعرف أنهم سيتكلمون بالسلب عرف لو جبنا أحسن مدير فني في العالم فكرة أنه يعني بما نكامع مدرسة السويسرية وإنت ذكرت يمكن قبل الفصل يعني دربت مسال بجروس وراجل جيل حقيقة عمل شوق المحترم جدا وفايلر الحقيقة يمكن يعني لغاية اللحظة الناس جنوب أهلي نفسه وشقدر ينسى فايلر لا حقيقة راجل مدرسة وكورته مختلفة وقدر يعني كوتشنج وترينينج لا الأهلي كان معاه وصل لمرحلة وفي ناس بتقول أنه يعني وده أكيد طبعا يعني بشكل أو بآخر جزء من نجاحات مسلماني لا ده هو 90% أنه جاي بعد فايدر 90% على قال كان مقافلوا لعيبة على رجلها قادرة تقامل بدنيا كويسين فنيا كانوا بيتحركوا زي ما الكتاب بيقول فهو مسلماني بس يدوبك غير من شوية مراكز وعمل شوية تعديلات في طريقة لعب خلى الفرقة حاجة تانية أنه جاي على فرقة أصلا كانت جاهزة بالأمان خلينا بس نرجع لموضوع كولر أعتقد أن كولر مدير فني اسم كبير وسي في كبير مدرب النمسا لما يقعد مسلك النمسا ست سنين ويطلع بهم من الاربعين للعاشر ده رقم مهول والنمسا يعني ما هياش يعني زي ما مصر كده في الفيلم تمانية وتسعة وعشرة وصلت بقيت عشر عالم ده حاجة مش طبيعية بالزبط أنا معك مش حاجة طبيعية خالص لما يوصل في اليورو محدش ياخد نقطتين من الستة وكلهم تعادلات وبيلعب مع فرق أقوى منه بكتير أعتقد أنه مدير فني لي اسم مع جراس هوبر أولا بص احنا بناسق في المدربين الألمان عمياني في المدربين الألمان ودرب في كون ودرب في بوخهم ماشي أنا بس أرجع أقول أن أي حد في العالم بيسق في نوعية مدربين مدربين الألمان في الناحية الهجومية والمدربين البرتغاليين في الناحية الدفاعية ده شيء معروف في العالم والطاليانين في الدفاعية صح والطاليانين في الدفاعية إنما الألمان نحن دائما بناسق فيهم في الناحية الهجومية هتلاقي مثلا توماستوخ هتلاقي يورجين كلوب هتلاقي كله بيشغل في الناحية دي الراجل ده خارج مدرسة ألمانية مدرسة كورة ألمانية يعني بيلعب بنفس طريقتهم 4-4-2 أو 4-2-3-1 ما بيلعبش أبدا 4-3-3 اللي هي الدفاعية أو 3-4-3 وعلى طول طريقة لعب 4-2-3-1 أو 4-4-2 فالراجل عنده الناحية الهجومية دي ما درسته النقطة الإيجابية التانية إنه الراجل شغله كله شغله كله السنين كان يائما في ألمانيا يائما في السويسرا وخلي بالك سويسرا تلت أجزاء جزء ألماني وجزء إنجليزي وجزء فرنساوي هم تلت أجزاء في البلد حتى الشعب نفسه بيتكلم تلت لغات فهما من مقاطعة بيتكلمه الجزء الألماني فالراجل حياته كلها مع كرة ألماني فالثقة فيه من الناحية دي أنا شايف إن شاء الله بالاسم الكبير بمجموعة اللعيبة اللي موجودة اللي لسه هتيجي بإضافة عنصر أو 2 أو 3 زي ما نادل أهلي يختار أعتقد إن الراجل ده هيوصل لحتة كويسة جدا خاصة إن طريقة لعبنا إن طريقة لعبه هتتناسب مع طريقة لعبنا خلينا أنقلك للجمهور بيستني إيه؟ تمام يعني خلينا أقول إنه طبعا كويس قوي إنه بيبدأ الموسم من بدايته يعني ده جاي والأهلي بيبتدي جاي من فترة راحة يبدأ لوقتي مرحلة إعداد ممكن يبقى فيه معسكر بعد اللقاءات الودية بالنسبة للمدير فني تستنى في خلال المعطيات دي أو المقدمات دي قدي إيه عشان يبتدي بان شغله مع الفريق؟ لا لا من الأول خاص من الأول خاص نعم من أول مباراة في الدوري لا ما أتكلمش من أول خاص سأتدي أفريقيا 7 أو 9 تعليم 7 أو 9 من 7 إلى 9 عشر أعتقد مع أول مباراة من النهاردة 29 يوم فأنت بتتكلم أو 28 يوم فبتتكلم في فترة إعداد كويسة جدا يعني وفترة الإعداد الطبيعية من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع فأنت ممكن حتى ماتشين بتوع أفريقيا تعتبرهم من زي الأدوار التمهيدية فترة إعداد برضو يخشوا في فترة الإعداد لأنه ماتش رسمي لك في الدوري هيبقى يوم 15 أكتوبر تقريبا فأنت عندك من يوم من هنا إلى يوم 15 أكتوبر 35 أو 37 يوم تقدر تحضر فيهم فرقة بطريقة لعبك بفكرك وبالناحية بدنية كويسة فأعتقد أن الرجل ده يعني إن شاء الله إن شاء الله هيورينا حاجة كويسة جدا هيبقى زي وزي فيلر وده أمنا فيه وأعتقد أن المدرسة اللي احنا جبناها منها ونفس الطريقة حاجة كويسة جدا إنما بس لازم نوضح للناس الراجل ده قاعد سنتين في البيت ليه عشان الناس برضو تبقى مقتنعة باللي احنا بنقوله الراجل ده إحنا دايما كنا بنطالب إن احنا يبقى عندنا مدير فني مغامر طول عمرنا عايزين مدير فني مغامر ما بيركنش للدفاع ويلعب عن مرتداته طول عمرنا بنقول كده طب الراجل بقى بيحب تسلق الجبال فيه مغامرات أكتر من جدا يعني الراجل محب لتسلق الجبال من سنتين وإيه على رجبته في أحد جات له إصابة جات له إصابة وعمل بعدها عملية كبيرة كده فعشان كده وقعب بقى له سنتين إنما القز وجات له أندية ورفض عشان بس الناس هتوقت تصوى تؤدي القصص هتعمل مشاكل فالراجل يدوبك لسه متعافي من الإصابة الطويلة فأعتقد وجوده بخبرته كابتن أحمد وانت بتكلم النهارده قبل بداية التمرين كان فيه اجتماع جمعه مع كابتن محمود الخطيب والجهز الفني طبعا عشان يتكلموا في طبيعة المرحلة اللي جاية كابتن سامير عدلي طبعا كابتن زاكرية الناصف كابتن محسن صالح كان يعني الاجتماع النهارده بيكلم أو بتكلم في إدارة الأهلي مع كابتن سيد عبد الحفيز مع مارسيل كولر على المرحلة الجاية طريقة الشغل جوا النادي الأهداف بتاعة النادي حجم البطولات الكلام طبعا على الصفقات وبتهادي أنه الصفقات الأهلي اللي جاية هيكون ميسر كولر سيف فيها رأي الأول رأي الأول و الأخير بص يعني أحسن حاجة مشيلي عنكم طبعا بيرجع مرة تانية ل ده حسام غالي اللي مدينا ضهر حسام غالي وعمر البنوبي باين معهم أعتقد الحقيقة بنفس روح التفاؤل دي إحنا بنبدأ موسم ودي كلمة مهمة جدا لجمهورنا دي الأهلي الأهلي مش محتاج دعم من جماهيره الموسم ده زي ما حصل في السنوات اللي فات الأهلي محتاج دعم من نوع غير مظبوط أرجوكم ادل لكل واحد في كتيبة القلع الحمراء فرصته كاملة لعيب جديد جاي من بره لعيب قديم راجع من إصابة لعيب كان بعيد شوية عن مستوى إحنا محتاجين في الأهلي كل الدعم والمساندة من جهاز فني طبعا يعني ميس سيركولر وأكتر حد محتاج دعم ومحتاج تشجيع ووسياط الانتقادات دي محتاجين نخفض منها شوية عشان نقدر نبتدي موسم نجح وموفق واتفق كابتنا أتفق معك جدا أتمنى جمهور دائما جمهور دائما مهيدة لها دور مهم في السنة دي أوي جمهور طول عمر هذا عامل الند الأهلي طول عمرنا الجمهور الند الأهلي هو الدافع لفرقة الند الأهلي أو لفرقة الند الأهلي عمد عايزين أنتو طلبتو أن يبقى فيه مدير فني علامي بجهاز فني علامي وأعتقد أن ده حصل طلبتو بعض الإضافات أو بعض العناصر وأعتقد أن ده حصل وبيحصل ولسه هايحصل فخلص الند الأهلي كإدارة عملت اللي عليها كويس جدا جدا الجهاز الفني سيبوه 30 يوم يشتغل براحته خالص سيبوه يعمل اللي عنده وبعد كده أنت مش هتحاسب بغير آخر السنة الجاية فسيبو دلوقتي كل اللي عليك أن أنت تدعم المنظومة كاملة من أول كابتن محمود لحد عم حارس وعم ميكي اللي في غرف خلع الملابس لأن دول من الناس اللي برضو تستحق الدعم فكل الناس لازم تدعم اللعيبة لازم اللعيبة اللي في فوقت من الأوقات أنت هاجمتها كجمهور لازم أكتر ناس تدعمها أنا فاكر أن قبل البطولة العشرة اللي هي بطولة بتاعت نهايقار كان على تويتر دي التاسعة دي سورة التاسعة كان كل يوم جمهورنا الأهلي عامل هاشتاج الواحد تلاتين يوم وربعة بتلاتين لعيب وكانت دعمة جدا 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 للعيب النادي الأهلي والكلام ده يمكن الناس اللعيبة هي اللي تحسوا التعارف يعني النهار ده الشنوي بكرة إيمان أشرة بعده علي معلول وهكذا التلاتين لعيب في تلاتين يوم وكان معهم مستر المسلماني خاد يوم سيد عم حبيس خاد يوم سامي أمصان خاد يوم فدي في حد ذاتها جميلة حركة جميلة جدا ساعدت النادي الأهلي ساعدته إنه الدعم ده بيوصل للعيبة خاصة إن جمهور ساعتها ما كانش موجود في المدرجات صحيح فلما توصل له حاجة زي كده لا يعرفه قد إيه الجمهور همه كان المباراة وفعلا الحمد لله ربنا كرمنا فيها أنا اللي عايزه بعد كده خلاص إنت دلوقتي جبت لعيبة إنت هتعمل فترة إعداد مسترياحة 30 يوم هتطلع معسكر إعداد وتلعب مباراة ودية ده اللي كنت دايما كان كثير من جمهورنا اللي أهلي يقولك هو فين المباراة الودية اللي كنا بنلعبها دلوقتي ما بنلعبش مباراة ودية خالص لا طب إنت هتلعب واتلعب مباراة بره هتلعب مباراة هنا في القاهرة فأعتقد لا يعني سيبوا بقى الناس تشتغل ادعموهم بس وإن شاء الله النتائج تبقى حاجة مميزة أجي معاك للصفقات التي لم يتم منها حتى اللحظة اللي بكام حالكم فيها أي شيء أو أي صفقة بشكل نهائي في مفاوضات في مفاوضات في أسماء في لعبة يعني يعني أتمنى أتمنى أن المفاوضات تنجح لأنه خدوا بالكم في مفاوضات تبقى مع اللعب وبعد كده بعد موافقته بتبقى في مرحلة تانية مع النادي وبعد موافقت الاتنين بقى في مرحلة إجرائية بقى هنشوف بقى في كشف طبي وقالت جدا أنه النادي يوافق اللعب يوافق الأهل يوافق ونيجي عند الكشف الطبي هوب ستوب لا في مشكلة فبالتالي خلينا بس نتكلم الأول فملامح الصفقات اللي احنا محتاجانها أنا في نهاية الموسم اللي فات قبل ما يخلص يعني حتى أثناء وجود ريكاردو السورش لما كنت بتكلم عن الموسم اللي جاي كنت بقول إنه سكواد الأهلي بخير تمام وأنا شايف إنه مش محتاجين يعني نعمل اللي هو المركاتو العنيف اللي هو كل عارفك النادي الأندية تيجي تروح يلا 7-8 لعيبة فاهم عشر لعيبة جدا أنا كنت شايف إن الأهلي محتاج الكواليتي أكتر من الكوانتيتي أو الكام الكايف أكتر من الكام محتاجين اتنين تلاتة بس حاجة مش موجودة في أفريقيا مش موجودة مش موجودة في مصر مش موجودة في قارة أفريقيا صح وأعتقد إنه بعد ما ابتدى المركاتو يخش وابتدت أسمع بها كام مئة مليون كام مئة وخمسين طب تلات لعيبة طب فدام في التيتش أهلي كمان تروح لسكة إنه لا إحنا نركز قوي في الصفقات الأجنب لو بنتكلم في صفقتين ثلاثة كابتن أحمد الأهلي ممكن يعملوا مع الفارق شايف إيه المراكز وإيه شكل الصفقات أو اسم الصفقات الممكن يبقى مناسبة أسام الصفقات طبعا يعني أنا مش مسموح لتكلم بإسكت ومش مسموح لتكلم عن اللعيبة بعينها تمام ده مبدأ لما الأهلي أعلن نبقى نتكلم بعدها إنما دلوقتي أنا عام تتكلم إنما هنقول النادل أهلي محتاجين النادل أهلي محتاج وينجين نوع طموهم جدا أعتقد برجوع كاربا وإن شاء الله كاربا موضوع يخلص على خير من الناس اللي ممكن تبقى أحسن من أحسن وينجات موجودين في مصر فممكن نضيف عليه واحد تاني نضيف عليه اتنين بس لازم يبقى فيه سترايكر سفاح تمام دي بقى لازم يعني التسعة بوتشر دي لازم يكون موجود مش اللي هو السترايكر اللي بتحرك بارة 18 لا أنا عايز تسعة مش اللي هو يبقى تسعة ونص مش محمد شريف مثلا لا أنا عايز طريقة لعبه تسعة تسعة بيلعب بدماغه لأننا بنعمل كروسات كتير يعني عندنا عالي معلومة إيجاله مثلا شفت بتاع الهلال ده حاجة كواليتي حاجة إيجاله ده يعني ياري يعني أنا بقول لك نفس القطعية يعني نفس القطعية تمام إحنا عايزين تسعة أهم حاجة عندنا تسعة إحنا عندنا مشكلتنا من قام أزارو عايزين تسعة على طول بنجيب السترايكر بتاعنا بيجري على التمنتاشر وبيتعمل له السروهات عشان يروح يكمل زي محمد شريف لا أنا عايز تسعة تسعة فاهم دي نقطة مهمة جدا عندنا الطرفين يا ريت لو نعرف نجيب اتنين كواليتي أجانب لعيبة هيلة قدام مع التوجه على موضوع أمريكا اللاتينية طبعا طبعا لأن الأسعار هناك أقل بص هو أفريقيا أمريكا اللاتينية بقنا بنبالي غوي في أفريقيا وبقنا بنبالي غوي في مصر هنا في الأسعار يعني سايف أن الكرة اللي بتتقدم تتناسب مع الأرقام اللي بتطلب روح تركيا كده واسأل على الأسعار هناك هتشوف دلعيبة أن هنا بيأخذوا أضعاف أضعفهم روح البرتغال هنا بيأخذوا أضعاف أضعفهم روح إيطاليا بس مش الدور الرئيسي أو في الفرق اللي هي بعد الفرق المقدمة نتلاقي إحنا بندفع هنا للعيبة أضعاف أضعاف الأرقام دي في إيطاليا كمان في إيطاليا بس بعد أول أربع خامل بعد اليوفي وروما وميلان وإيسي ميلان بعد الخمس ستوى في الفرق اللي هي تحت بالسريق بالزبط كده أكيد طبعا بقى بلجيكا والدنمارك الدوريات الضعيفة دي أصلا كده كده لا بيبقوا تفريخ للفرق الكبير فأرقامه ما بتبقاش عالية نونيز جاي ليفربول بـ 90 مليون قبلها كان في فرقة بنفك قبل بنفك كان في الدرجة الثانية مع فرقة في أسبانيا فأعتقد الموضوع تفريخ بنفك كان بيأخذ كم كان بيأخذ نشعب في مليون مليون يورو راح بيأخذ مش بـ 90 مليون وبيأخذ رقم تاني خالص فأنا لا أريد أن أقوله أنت تدور في الحتة الشهيدة لما تروح تدور دور في بلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد ليه؟ عندهم لعبة كويسين جدا ومعظمهم أفرقة وأرقامهم لما تيجي تشتريهم هتلاقيهم يبقاش أبص منتخب فرنسا مثلا منتخب فرنسا النهاردة كلهم طبعا فرنسوايين مش مجنسين بس أنا أقصد أقول كلهم من أصول أفريقية بالضبط هو هذا ألمانيا بقى فيها من أصول أفريقية غولندا فيها من أصول أفريقية إنجلترا إنجلترا فيها من أصول أفريقية يعني عادي إيطاليا 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 صحيح فأنت عندك كل البلاد دلوقتي أصول أفريقية أمريكا أمريكا شي بشي أسكر صحيح فأنت عندك الدول الإسكندريفية دي منجم لعبة أفرقة منجم لعبة أفرقة فدي ممكن تتدور فيها ما عرفتش تدور في الدول الإسكندريفية ممكن تدور في الأمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية هي منجم أوروبا برضو فأنت إما تدور في أفريقيا صح وتجيب لعيبة ناشئين ودي بقى أنا عايز أحيي هنا اللي فكر أنه يطلب من جلبرتو أنيسبو جلبان نحن نجيب لعيبة ناشئين أفرقى ومحترفين سنة ديليك ثلاثة تحت السنة سنة ديليك ثلاثة فأحنا طلبوا من أنيسبو جلبان لدارة الناجت طلب يعني ياريت ما كنتش بقول سر يعني يعني أعطفين دي حاجة معلومة فإن هم يفكرون أن يجيبوا لعيبة كويسة جدا ونربيها عندنا ونطلعها دي حاجة إيجابية وحاجة مميزة جدا خاصة لما يبقى في ناشئين الأهل ويترقى هتبقى حاجة إيجابية جمدة جدا ممكن تبيعه وانت صغير وممكن تستفيد به بعد بعد كده درس المستفاد من حتة الإجهاد والإصابات يعني لو كلمنا أحمال ونبدأ موسم جديد إيه اللي تتمنى أنه الجهاز الفني قوم به أو أنه الجهاز الفني أو طبع مدرب الأحمال تعديدا يتفادى أتمنى أن مدرب الأحمال ما يكونش زي رانجواجا زي المدرب اللي كان معه موسيمانيا هو رانجواجا أتمنى ما يبقاش زيه ما يبقاش فترة الأجهازات الكبيرة اللي كان بيديها دي أتمنى أنه يكون دارس وأكيد أعتقد مع مدير فن كبير زي ده يبقى معه مدرب أحمال أعلمي أعتقد أن فترة الأعداد دي لو تعاملت كويس جدا إن شاء الله اللعبة كلها تكمل السيزون بدون أي إصابات لأن طبعا أنت تعرف أن فيه جهاز جديد للأهل جابه ده وأنه برضو بيئيس مدى العضلات وقويتها وكلام من ده فالحاجات دي كلها بتساعد في الاستشفاء السريع وبتساعد على أتمنى يكون الـ دي أن إفت يعني فيه يعني كمعنا دكتور محمد يحيى أتكلم على تست كده اسمه دي أن إفت ده بيحل التست ده تستطبي يعني يحل القدرة العضلات قدرة البزم مجهود ده بتعمل أسبوعين البرنامج الاستشفاء ده يتعامل مرة أو قبل الموسم أنا ما عرفش دي بس أنا اللي عرفه اللي هو جهاز اللي بتعلق الدار اللي هو بيجيب كل حاجة بالأمر الصناعي بيبعرف العضلات دي محتاجة تتزود إزاي دي محتاجة دي بعد سبرينت بس في نفس انسي أخبر العلم تطور أقوى في جزيرة عندنا جهاز عندنا في النادي عندنا في النادي بتلبسه بيعرفك أنت أنهي عضلة مجهدة أكتر أنهي اللي محتاجة تقوية أكتر نفس قدامك قد إيه وفضلك قد إيه فكل ده التنفس الهوائي بتاعك إزاي والتنفس الهوائي بتاعك إزاي الحاجات دي موجودة دلوقتي فأعتقد مع مدير فني عالمي ومدرب أحمال عالمي أعتقد أن اللعيبة بدنية نتيبك كويسة أتمنى أن يكون في روتشن سعب بقى ما نيجي نلعب ده سعيتها بقى إن شاء الله يبقى عندك سكواد عالي جدا إن شاء الله إن شاء الله يبقى فايق والمنافسة بيتهيق لي كمان لما يبقى عندك سكواد فايق وفيه في كل مركز 2-3 العيبة حتلاقي حاجة جبيعة جدا فأعتقد لا مع روتشن مع الناحية البدنية التي تتعمل في فترة الإعداد إن شاء الله نشوف نادي الأهلي مميز السندي متفقلين إن شاء الله بإذن الله بداية موسم موفق وسعيد للأهلي وجماهير وإن شاء الله بإذن الله كرة الأهلي راجعة تانية وبقوة والمرض الأحمر عائد للسيطرة على كل الألقاب والبطولات محلياً وإفريقياً وبإذن الله إن شاء الله يكون لنا نصيب من المشاركة ما زالت قائمة حتى اللحظة في بطولة كسر عالم ما حدش عرف الدنيا ممكن يكون فيها إيه لكن الأهم كمان يكون موسم أخير ووحيد قبل بداية البطولة الأكبر والأهم على مستوى القارة وهي السوبرليج كما أعلن عنها لاتحاد الأفريقي باشكر نجمي وضيفي العزيز في السادسة على وجوده معي النهاردة كابتن أحمد فوزي شرفته نور مسي جداً يا بحمد بنسعد بيك دايماً الله يعزك وكرمك وبنسعد بحضراتكم دايماً طبعاً وبكرة إن شاء الله اللقاء جديد يا تجدد على شاشة الأهلي دايماً تحياتي لكم